اشتركوا في القناة ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرحب بكم في حلقة للمراجعة النهائية لطلاب وطالبات القسم الأدبي لعلم الحديث داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحلقة ماتعة موفقة إنه ولي ذلك والقادر عليه هيا بنا أبناء وبناتي لنرى الحديث الأول في مراجعتنا في هذه الحلقة والذي يتحدث عن حب الإنسان المال عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لبتغى ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب أقول في السؤال الأول بين معاني المفردات الآتية واديان أحسنتم أبنائي وبناتي واديان تثنية واد وهو المكان الواسع بين جبلين يكون منفذاً للسيل أما عن الجمع فهو أوديا لبتغى ثالثاً معناها أي لطلب وادياً ثالثا جوف ابن آدم أنتم تعلمون أن الجوف هو البطن وهو هنا كناية عن الموت والمعنى أنه لا يشبع من الدنيا حتى يموت ويتوب الله على من تاب أي أن الله يقبل رجوع العبد عن الذنب إذا أقلع عنه أنتقلوا بكم إلى سؤال آخر أذكر المباحث العربية في الكلمات الآتية ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب كأني أسمعكم تقولون كناية عن الموت ويتوب الله على من تاب وقعت هذه الجملة موقع الاستدراك فكأنه قال حب المال جبل عليه الإنسان ولكن يمكن تهذيبه بتوفيق الله لمن يريد سؤال آخر بيّن ما ذكره الحديث من حيث محبة الإنسان للمال حبا شديدا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مجبول على حب المال حبا شديدا وأنه لو رزق بواديين بين جبلين من مال لطلب وتمنى أن يكون له واد ثالث وجاء في رواية أخرى لو أن ابن آدم أعطي واديا ما الآن من ذهب أحب إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسد جوف بن آدم إلا التراب أما هذا السؤال أبنائي وبناتي فهو سؤال في غاية الأهمية أود أن نركز عليه جيدا هل المقصود من هذه التعبيرات الحقيقة وضح ذلك وليس المقصود من هذه التعبيرات الحقيقة بل هو كناية عن الموت لماذا؟ لاستلزامه الامتلاء من التراب فكأنه قال لا يشبع الآدمي من الدنيا حتى يموت ويملأ جوفه من تراب قبره ما المقصود أبناء وبناتي من هذا الحديث؟ المقصود من هذا الحديث ذم الحرص على الدنيا والتنفير من الشره على الزيادة منها ولذا آثر أكثر السلف الصالح التقليل من الدنيا والقناع والرضى باليسير منها قال بعض العلماء يمكن أن يقال معناه أن بني آدم مجبولون على حب المال والسعي في طلبه وأنه لا يشبع منه إلا من عصمه الله تعالى ووفقه لإزالة هذه الجبلة المركوزة فيه عن نفسه وقليل ما هم فوضع ويتوب الله على من تاب موضعه إشعارا بأن هذه الجبلة المركوزة فيه مذمومة جارية مجر الذنب وأن إزالتها ممكنة ولكن بتوفيق الله تعالى وتسديده قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ما الذي يدل عليه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لابن آدم أقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابن آدم تلويحا إلى أنه مخلوق من التراب ومن طبع التراب القبض واليبس فيمكن إزالته بأن يمطر الله عليه السحاب فيثمر الصفات الزكية والخصال المرضية قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ما سر التعبير بقوله ويتوب الله على من تاب عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويتوب الله على من تاب ليبين أنه يمكن الاستدراك والرجوع وإن كان ذلك عسيرا صعبا على النفس لشدة حبها للمال ولكنه يسير سهل على من يسره الله تعالى له فالله تعالى يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات وهو الذي سبحانه وتعالى يوفق للتوبة ويعين عليها أذكر ما يرشد إليه الحديث نقول أن الإنسان مجبول على حب المال أن غريزة حب المال يمكن تهذيبها توفيق الله للعبد الطائع الذي يسعى لتهذيب نفسه الحث على القناعة وعدم الحرص على الدنيا بذلك أبناء وبناتي أكون قد أنهيت مراجعة هذا الحديث وأود الآن أن أنتقل لمراجعة حديث آخر فيه بيان لرحمة الله تعالى هيا بنا نرى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم بين معاني المفردات الآتية تجاوز أنتم تعلمون أن التجاوز أي عدم المؤاخذة والعقوبة وسوسة الوسوسة هي حديث النفسي والشيطان بما لا نفع فيه ما لم تعمل به أي بالذي حدثت به أذكر المباحث العربية فيما يلي أو تكلم به أصله تتكلم وهو مجزوم تكلم عن عفو الله تعالى وتجاوزه عن الأمة المحمدية يبين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله تعالى بهذه الأمة المحمدية بأنه سبحانه تجاوز لأمته عما حدثت به أنفسها بغير اختيار وذلك لقوله تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه ما لم تعمل بالذي حدثت به نفسها أو تتكلم به والمراد بذلك أبناء وبنات كما تعلمون أن الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات لأن ما حدثت به النفس إما أن يتحقق في الخارج باللسان كالغيبة والنميمة والكذب والقذف وإما أن يتحقق في الخارج بالجوارح الأخرى كالسرقة والزنا وشرب الخمر والقتل فالمراد بالعمل هنا هو عمل الجوارح دون حديث النفس فلا يآخذ به العبد سواء توطن في النفس أم لم يتوطن فيها بين ما يرشد إليه الحديث فضل الله وواسع رحمته بعدم المؤاخذة بحديث النفس عظم مكانة الأمة المحمدية وعطاء الله لها لأجل نبيها عدم العزم على المعصية يحول دون الوقوع فيها كذلك المؤاخذة تقع على من عزم على المعصية وشرع فيها لا من هم بها ولم يتصل بها القول أو العمل كذلك بعد أن أنهينا أبناء وبناتي شرحنا لهذا الحديث أريد أن أشرح وأراجع معكم حديثا آخر يتحدث عن زم الذي يفتخر بالدنيا علكم ذكرتم هذا الحديث جيدا هيا بنا لنراجعه مراجعة أخيرة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور بين معاني المفردات الآتية إن إن لي ضرة أي امرأة أخرى لزوجي وسميت ضرة إما لأنها تضرها أو تريد الضرر لها المتشبع المتكثر بأكثر مما عنده يتجمل ويتزين بالباطل بما لم يعطى بالبناء للمجهول أبناء وبناتي أن يقول أعطاني ما لم يعطني يتجمل بذلك على من يتحدث مع جناح أي إثم أو بأس كلابس ثوبي زور هو أن يلبس ثوبي وديعة أو عارية يظن الناس أنه ما له ولباسه ما لا يدوم فيفتضح بكذبه وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوفا من الفساد بين زوجها وبين ضرتها فتورث بينهما البغضاء والعداوة أذكر المباحث العربية فيما يلي المتشبع أصل التشبع تفاعل من الشبع وهو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان وكثيرا ما تأتي هذه الصيغة بمعنى التعاطي كالتكبر والتصنع كلابس ثوبي زور شبها بلابس ثوبي زور أي ذي زور وهو الذي يتزيى بزي أهل الصلاح رياء وأضاف الثوبين إليه لأنهما كالملبوسين واستعير للمتحلي بفضيلة لم يرزقها وأراد بالتثنية أن المتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوبي الزور ارتدى بأحدهما واقتزر بالآخر فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان هما فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل وقيل معناه المظهر للشبع وهو جائع كالمزور الكاذب والمتلبس بالباطل عند الآن أبناء وبناتي سؤال مهم هل الثوبان محمولان على الحقيقة أم على المجاز الإجابة على وجهي الوجه الأول أنه شبهها بمن أخذ ثوبين لغيره بغير إذنه فلبسهما مظهرا له ثيابا ليس لأحد غيره مثلها والوجه الثاني أن ذكر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه والمعنى أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن وقيل هو الرجل في الحي تكون له هيئة فإذا احتيج إليه في شهادة زور شهد بها فلا يرد لأجل هيئته وحسن ثوبه فأضيفت شهادة الزور إلى ثوبه إذ كان سببها وقيل أيضا هو أن يلبس قميصا يصل بكمه كما آخر يرى أنه لابس قبيصي أذكر أذكر قصة ورود الحديث أنتم تعلمونها جيدا جاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن لي ضرة هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معي وسألته هل يجوز لها أن تظهر لضرتها أو ضرتها أن زوجها وهو الزبير بن العوام قد مكنها أو أعطاها من ماله ما لم يعطي الأخرى ذلك افتخارا عليها وإيهاما لها أنها عنده أحظى منها فأجابها الرسول بما يقتضي المنع من ذلك هل النهي عام يشمل الرجل والمرأة جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عاما يشمل المرأة التي يكون لها ضرة وتتظاهر وتتكاثر بما لم يعطيها زوجها تدعي من الحذوة عنده بأكثر مما عند الأخرى تريد بذلك غيظ صاحبتها وإدخال الحزن عليها ويشمل أيضا كل من يدعي ما ليس عنده ليستطيل ويتكبر به على غيره من خلق الله إذن ما حكم تشبع المرأة على ضرتها الحديث يدل على تشبع المرأة على ضرتها بما لم يعطيها زوجها محرم لأنه شبها بمحرم وإنما كان ذلك محرما لأنه تصرف في ملك الغير والتصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز ورياء أيضا وأذى الضرة من نسبة الزوج إلى أنه آثرها عليها وهو لم يفعل ذلك وكل ذلك محرم هيا بنا أبناء وبنات على عجالة أيضا لنراجع مراجعة أخيرة على حديث السكينة في الصلاة فإلى ذلك الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا بين معاني المفردات الآتية جلبة رجال أي أصواتهم المختلطة حال حركتهم ما شأنكم أي ما حالكم فلا تفعلوا أي فلا تفعلوا العجلة والإسراع إذا أتيتم الصلاة أي إذا قصدتم وتحركتم لإتيانها بالسكينة أي بالوقار فما أدركتم فصلوا أي إذا فعلتم ذلك فما أدركتم مع الإمام فصلوا معه وما فاتكم فأتموا أذكر المباحث العربية في الكلمات والجمل الآتية ما شأنكم ما خبر مقدم وشأنكم مبتدأ مؤخر استعجلنا إلى الصلاة السين والتاء للطلب أي طلبنا العجلة وقصدناها أو للصيرورة بمعنى صرنا عجلين فعليكم بالسكينة الفاء في جواب إذا وعليكم اسم فعل أمر بمعنى الزم والباء داخلة على المفعول به وفي رواية عليكم السكينة ويجوز رفع السكينة على أنها مبتدأ مؤخر وعليكم خبر مقدم وفي رواية أيضا فعليكم السكينة بالنصب على الإغراء ما قصة ورود الحديث سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوات وحركات أصحابه يسعون ويهرولون للحاق به في الصلاة فلما سلم من صلاته قال لهم ما هذه الجلبة قالوا أسرعنا الخطى لندرك أكبر قدر من الاعتمام والفضيلة فقال صلى الله عليه وسلم لا تعودوا لمثلها ولا تسعوا عند اتيانكم الصلاة ولكن ائتوها وعليكم الخشوع والوقار في مشيتكم لها فإن فإن أحدكم حين يذهب إلى المسجد للصلاة فخطواته كما لو كان في الصلاة لها ثوابها فما أدركتم مع الإمام فصلوا وما فاتكم معه فأكملوه بعد سلام الإمام اذكر الأداب التي تراعى عند الصلاة يرشد النبي في هذا الحديث أمته إلى اتيان الصلاة بالسكينة والوقار فأوصاهم بالتأني في الحركات واجتناب العبث والوقار يكون كذلك في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات ونحو ذلك أما عن هذا السؤال أبناء وبناتي فهو سؤال فقهي بحت أود منكم التركيز الجيد علي بين آراء الفقهاء في صلاة المسبوق جاء الحديث في أكثر الروايات أبناء وبناتي بلفظ فأتموا وفي بعض الروايات فاقضوا وبه استدل الحنفية على أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاة فيستحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة مع الفاتحة وقال الشافعية هو أولها لكنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع الفاتحة في الرباعية ولم يستحب إعادة الجهر في الركعتين الأخيرتين واستدل واستدل بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة لأنه قد فاته القيام والقراءة أيضا وقد اختار هذا الرأي ابن خزيمة والسبكي بينما ذهب الجمهور إلى أنه قد أدرك الركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه حين ركع دون الصف زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بإعادة تلك الركعة بذلك أبناء وبناتي نكون قد راجعنا هذا الحديث وأيضا نراجع في حلقتنا هذه الحديث الذي يتحدث عن دعاء تفريج الكرب فإلى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ما معنى المفردات التالية الكرب هو غم يأخذ النفس فيحزن القلب ويضايقه العرش لا إله إلا الله رب العرش العظيم بالجر صفة للعرش والعظيم بالرفع صفة للرب قال بعض العلماء وهو أولى من جعله صفة للعرش بين عظمة الدعاء الوارد في هذا الحديث هذا الحديث حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب وعند الأمور العظيمة وصف الرسول الكريم فيه العرش بالعظمة وعلى رواية الجر في قوله لا إله إلا الله رب العرش العظيم لأن العرش أعظم الأجسام وخلقه الله مظلة لأهل السماء وقبلة للدعاء وقد وصفه الرسول بالكرم في قوله لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لأن الرحمة تتنزل منه أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين قال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فهي بالرفع صفة للرب تعالى وقد صدر هذا الثناء بالعظمة المستلزمة لكمال القدرة والحلم المستلزم لكمال الرحمة وذكر الرب المناسب لكشف الكرب لأنه مقتض للتربية ووصفه بكمال ربوبيته الشاملة للعالم العلوي والسفلي والعرش كما تعلمون أبناء وبناتي هو سقف المخلوقات وأعظمها فإذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تتضمنها كلمات الحديث وجدته في غاية المناسبة لتفريج الكرب والضيق وخروج القلب منه إلى السعة البهجة والسرور وتحصل هذه الأمور لمن أشرقت فيه أنوارها وباشر قلبه حقائقها لكن الآن أبنائي وبناتي ركزوا معي جيدا في هذا السؤال قد يقول قائل هذا ذكر وليس بدعاء فبما ترد عليه الجواب على ذلك بأنه ذكر يستفتح به الدعاء بكشف كربة والذكر ثناء على الله عز وجل بجميل صفاته وعظيم آلائه وجليل أسمائه كما قال إبراهيم النخعي كان يقال إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء أستجيب له وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء وكان الحسين بن الحسن المروزي قال سألت سفيان بن عيين عن هذا فقلت له هذا ثناء وليس بدعاء فقال أما بلغك حديث منصور عن مالك بن الحارث قال الله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين أذكر بعض الروايات الأخرى التي فيها أدعية لتفريج الكرب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية أخرى لتفريج الكرب منها ما رواه أبو داود وصححه بن حبان من حديث أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ومنها ما روته أسماء بنت عميس قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا بذلك أبنائي وبناتي أصل بكم إلى ختام حلقتنا هذه داعيا لله سبحانه وتعالى لكم دوام الرقي والنجاح والتفوق إن شاء الله أود أن أنوها إلى أن تلتزم الصبر والثبات والطمأنينة والمراجعة مرة ومرة ومرة فبالمراجعة يمكن أن تدركون ما فاتكم بذلك أبنائي وبناتي تحصلون على الدرجة النهائية إن شاء الله جعل الله جل وعلا النجاح حليفكم والتوفيق إلى ما فيه الخير طريقا هاديا لكم اللهم آمين أشكركم لمتابعتنا في برامجنا هذا العام أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر